موسيقى نستفيد من ورائها وكمان نستفيد من عينبها على كل حال أهل الخبرة المركز الوطني البحث والأشهاد الزراعي مدونا بالمهندس رائد لطفي اللي هو باحث رئيسي في المركز الوطني البحث والأشهاد الزراعي بدي أرحب بحضرتك وأكيد حتعملنا تقليم الدالي على مباشرة ورح يكون معنا مجموعة من الصور أهلا وسهلا فيك مهندس رائد أهلا وسهلا فيك حياة أعطيك لعافية طيب أول إشي من يعني دايما أنا بسمعها وإحنا صغار أنه قلمنا الدوالي هلأ التقليم هلأ المقصود أو شو المعنى من التقليم يعني يعني التقليم باللغة مبسط هل نحكي هو إزالة بعض أجزاء النبدي ممكن تكون أجزاء حي وممكن تكون أجزاء ناش في مريضة ميتي مصابة مثلا بتشمل أجزاء الحي مثلا الأوراق الأخصاء القصبات نموات الموسم السابق ممكن توصل حتى للأفرع الهيكري المؤمر القديمي الهدف تحقيق أهداف بس تانية معينة يعني عندما الهدف التقليم أنه أوصل له هدف معيق إذا بتحب نحكي عن الهدف يعني آه تفضل يعني الهدف ليش توصل لمرحلة معينة من الحجم ولا من النظارة شو الهدف نعم إحنا شجرة العنى بتعرفي شجرة بحاجة إلى دعامة حتى ترتفع عن مستوسطها الأرض وبالتالي بحاجة لتقليم تربي وتقليم إثماري بداية عمرها بحاجة لتقليم تربي بعتمد عن نظام التدعيم الموجود عندنا بعد تقليم التربية بتوصل لمرحلة الإثمار بتوجه لتقليم الإثماري التقليم الإثماري بعتمد عهوى الصنف وقوة الشجرة نسبة الخشب اللي بدي أزيله يعني ما بزيل الخشب من الشجرة ضعيفة بنفس مستوى الخشب بزيله من الشجرة قوية هلا بنا في فترة بعملوا هذا الإشي بالفترة بتزبط من لاقي الدالية كويسة بتزبط بس في كثير مزارعين يعني كل يوم فيه مزارع أجانا شكالنا بنقلم دارية العام ومأخذيش ولا إشي رجعنا معاه بالحكي يعني طلع أثراب يعني العنب خليحكي طبيعة الإزهار في العنب أو طبيعة الحمل طبيعة الحمل في العنب هي عندنا مثلا هذا خشب عمره ثلاث سنوات هذا خشب عمره سنتين نموات الموسم السابق هذا الخشب بسموه قصبات اللي هو نموات الموسم السابق الأزهار البرعب الزهرية أو العيون الزهرية في العنب هي العيون موجودة على القصبات القصبات أو نموات الموسم السابق فإذا رحت قلمت أزلت كل نموات مثلا أجواح تقلم وشلي كل نموات اللي هي نموات الموسم السابق طبعا شو بدأت طلع هسه زي هاي الشجرة زي هاي ما رح تحمل لأنه أنا زلت كل نموات اللي هي نموات المسلم السابق اللي هي فيها براعم الخاص بالبراعم الزهرية أنا رح تعطينا عناقيد إذا خليت خشب خديم هاي رح تطلع عروق عادية من غير ما تحمل تطيك نمو خضري بس ما رح تطيك نمو إذن هذا التقليم غلط غلط هسه عنا هدف التقليم زي ما حكينا نرجع للموضوع من هاته تأسيس شجرة بهيكل قوي جدا عساس تعطيني ضل المكان زي ما تحفظلته نستفيد من ضلة ونستفيد من خيرة وتعطيني إنتاج تعطيني ديمومي في الإنتاج هاي رقم واحد الهدف الثاني توزيع السطح المثمر على جميع أجزاء الشجرة يعني ما بهمني جزء من الشجرة يكون حامل وجزء غير بعمل اختلال في التوازن في الشجرة من أهداف التقليم كمان عمل توازن بين المجموع الخضري والمجموع الثمري يعني أنا ما بدي الشمائي الشجرة تعطيني مثلا مئة قطف أو مئتين قطف على حساب النمو الخضري اللي بدي أعطيني السنة الجاي وعلى حساب النمو الخضري اللي بدي أقوم بالحملة اللي حاملته حتى أحصل على نوعية ثمار جيدة يعني لو حملت الشجرة فوق طاقتها ما رح تعطيني نوعية ثمار زي ما بدي وراح أهلك الشجرة للسنة الجاي فمن هداف التقليم كمان اللي هو ديمومة الشجرة يعني إنتاج الثاني هاي وديمومة وليس بس إنتاج والسنة هاي بأخذ السنة جاي مش مشكلة فالنقطة كمان مهمة عشان بنركز وقت التقليم على ترك دوابط تجديدية في الشجرة من الأهداف الثاني الأخرى أنه يعني أقلل عملية الخف يعني حكيان البراعم اللي بتحمل اللي هي الموجودة على الخشب بعمر ثانية إذا خليت كل البراعم راح أضطر خلال الموسم أجرع عملية الخف بشكل شديد ومكلفة بحاجة العمال وحتى أقلل تكاليف الإنتاج أنا بجرع عملية التقليم التقليم بذير جزء كبير من البراعم السمرية وبالتالي برتاح من عملية الخف طب تحب نتفرج على الصور اللي حضرتك حضرتها أنا حضرتك من صورة يعني ممكن تكون يعني توصل الفكرة نعم هاي العنوان بس نشوف الصورة اللي بعدها هاي الصغيرة نحن حكينا عن طرق التربية أنا ثلاث طرق رئيسية منها رقم واحد التربية الرئيسية إذا ما شوف تربية الرئيسية الشجرة عبارة عن جذع رئيسي وفيه عندنا منطقة التاج منطقة التاج فيها أذرع بأذرع بعمر سنتين وبعمر سين بتحمل القصبات اللي هي نموات الموزن السابق اللي راح تحمل هاي الصغيرة بدي أقلم وأوصل الشجرة من عمر يوم للوضع هاذ بحتاج لعدة خطوات أنا بزرع شجرة العنب بزرعها بتكون ما عندها قدرة للوقوف بشكل عمودي لأنها تكون ضعيفة ورفيعة أو هيك حتى تدخي يدخل الساق منصير الأفرع عنها بحاجة لدعمات خشبية حتى إذا بنرد التربية الرئيسية بحاجة أول ثلاث سنوات لدعمة خشبية بنشوف زي هون تنفيذ التربية الرئيسية أول ما زرعنا بنزرع الشجرة الغرسي وبقلمها على عينتين فقط لغير فوق سطح الأرض يعني ما أقلم بنشوف في موسم الربيع كيف العينتين اللي تركناهن أعطن دفع مثلا العين الأولى والعين الثاني أعطن دفع جديد ما ببلش فيها أول سنة هاي الصورة اللي على اليمين بتدفع بتدفع شون الصورة اللي بعدها ستبينوا أنا أوراها هسا بنشوف الشتاء اللي بعد الدفع الشتاء التالي يعني بكون أنا دفع عندي قصبتين بأخذ أفضل قصبة بخليها وبزيل قصبة الثانية عشان تصير أقوى الشجرة اللي هي رح تعطيني الجدع الرئيسي حس أنا بكون أخط جدع الرئيسي نشوف الصورة البعضة يمكن بينا أكثر هاي أخذت الجدع الرئيسي قصرت الشجرة على دفاع 70 إلى 80 سنة تقريبا يعني أنا في مرحلة بناء الساق هلأ هسا في مرحلة بناء الساق خاصة أنا بحط لها دعامة خشبية وبتركها للسنة الجاه بس خلال نشوف الصورة البعضة هسا إحنا خلال موسم لما خلينا الساق الجدع الرئيسي وحطينا دعامة خشبية بتركها لموسم الجداء القادم ما ببلش في الشجرة بس النموات اللي بتطلع في منطقة القريبة بزيلها أما المنطقة اللي في التاج ما بلعفلها عشان أقدر السنة الثانية في الشتاء الثانية أختار أذرع على الساق الرئيسي ويصير التشكيل حسب ما بينا بشكل هيكل الشجرة يمكن إذا الفكرة وصلت بصور يعني لا واضحة الفكرة ويعني بالعكس سهلة كمان سهلة نعم بس الواحد أنه يستنى عليها ويتفنن بطريقة يعني كيف يشكل الكاستا على الكرم اللي بعرف اللغز فيها ممكن يكون بستانة كله بنفس الهيئة تقريبا بيبدل يتحكم بستانة يكون تقريبا مثل هيئة هلأ أنا بدي التقليم الإثماري أنا خلصت من تشكيل الشجرة وشكلت هيكلها هي قوي قد ما أقدر يعني بيظل عندي الأفرع اللي بتحمل هس الأفرع اللي بتحمل زي ما حكينا هي الأفرع هاي لا إحنا عم نشوف صور رمهندس رائد طيب الأفرع اللي عمر سني اللي هي نموات الحديثة هس النموات الحديث اللي بتحمل هاي بخلي على الشجرة زيهاي لو خليت عليها أربع لخمس أذرع كل ذرع اللي خلي عليها قصبتين قصب إثماري أو قصبتين إثماريات وقصب تجديدي اللي أنا زي ما حكيت لك أنا في التقليم إذا تحبها لتفرجينا إحنا هدف التقليم زي ما حكينا يعني هي حكينا فرضا شجرة زي هاي من ربي تربية رأسية عادة الشجرة اللي من ربي ربي تربية رأسية اللي بيكون البراعم الخصبة بتكون براعم قاعدة القصبة ما بيكون براعم بعيدة زي هنا في أصناف سيدلس ما بتحمل بزر بتكون براعم الخصبة براعم بعيدة عن العيون اللي بتحمل العيون اللي بعيدة عن القاعدة يعني كل نوع له طريقة كل صنف له طريقة هلأصناف البلدية البراعم الخصبة بتكون تقريبا قريبة من قاعدة القصبة يعني بقلمها على أربع عيون وثلاث عيون فبخلي مثلا هاي البعيد عن الخشب القديم هاي الخشب القديم بخلي هاي مثلا دابرة تجديدية على عينتين وهاي بخليها على أربع عيون عساس تعطيني عيون ثمرية وهذا بزيله كامل حتى عمل تشكيل هاي بخليه فكل الزراع بخلي عليه قصة بثمرية ودابرة تجديدية للسنة جاي هاي الدابرة للسنة جاي بتعطيني بس خضري بتعطيني أنه مو خضري أنه مو خضري بكون قويات السنة جاي بأوخد البعيد إثماري وبأوخد القريب تجديدي مرة تانية فبظال أنا كل سنة أأخذ تجديدي وإثماري التجديدي وإثماري بحافظ على أموم الشجرة دي. هي بدها نفس طويل وبدها واحد هيكي. الخبرة بتصير سريعة كثير فيها يعني. صحيح صحيح. هاي التربية الرأسية. نحن في عنا طيق تربية أخرى يمكنك عن التربية القصبية بعدها. هسا بنشوفها على التلفزيون. طب أنا. يمكنها يستعجلوا بالصورة. نجح عن التربية القصبية. التربية القصبية نفس فكرة التربية الرأسية. أنا بدا أستساق بس بزين ممشوا بالصورة على اليمين. هي برا عن أربع قصبات. قصبتين للشمال وقصبتين على اليمين. هذول قصبات الثمرية بسمون. حسنا كيف بدا وصل للحكي هذا؟ نفس الإشي. بزر أول سنة بقصتها على عينتين. بأسس الساق. عند نقطة التفرع. بأعطي مجال للتفرع. هؤلاء القصبات ملاحظة. قصبية طويلة. يعني يمكن هاي طريقة التربية بشكل تجاري بتنفع أكتر. أكي. إنها بتكون واطية دالية شوي. حتى يعني بشكل زي السهم. مش هيك بتكون؟ بتكون هي عبارة عن هاي بتعتمد عن نظام التدعيم. مظبوط. مظبوط. وحتى هي أوطى. بس يعني تختلف عن التشكيل اللي بنعمله في منازلنا. بتختلف. تختلف. والأفرع بتاخد راحتها. أنا حكيت لك هسا في ثلاث طوق رئيسية. هون في سيطرة شوية على الشكل وعلى طريقة نمو. التي تうわكل رئيسية تربية الرأسية. تربية قصدة. تربية كوردنا. حسا التربية التي حكينا αυτه هي الفقصة القصبة. وعاش ما في قصبة. وفي دوابر صغيرة هذه الدوابر تجدية. لاحظين كل القصبة هذه قصبة اليمين في جنب هدابة على اليمين. هاي اللي ستطلع عروق. حسا التنجة بتعطيني عروق برد أعطي. واحد قصبة ثمارية واحد بعطيها تجديدة. في الفكرة التي حكينا عنها قبل شوي اخوانا هي آيه بهمك كبير. أن الناس اللي بقلموا عنا ما بتركوا غالباً دواباً تجديدي وهذا اللي بدمل الشجرة وبرجعها كثير لوراً بأخراً لاحظة إحنا أخذنا له صورة زي هذا إحنا أخذنا لعملنا مثل زي هذا زي اللي معنا بلسود طبقنا عليه قبل نشوي طبقنا عليه من لاحظ فيه ثلاث قصبات نموات الموسم السابق ثلاث قصبات الصورة اللي على اليمين بالضبط أنا اللي بعيدي بخلص منها كامل وبختار القريب للسنتر الشجرة اللي قريب على الخشب القديم للساق اللي بخليها تجديدية والوسطنية بأخذها قصب إثمارية الثاني جاي بشي القصب الإثمارية كاملاً وبأخذ من التجديدية وحدة إثمارية والقريب من سنتر الشجرة بخليها هاي آخر صورة تقريباً هاي التربية الكوردونية اللي هي التربية الكوردونية اللي هي عبارة عن ساق رئيسي وذراعين ثابتات كلمة كوردون يعني ذراع ثابت هسا هناك ما كان فيه أدريع ثابتة هون فيه ذراع ثابت هاي بتضبط على المعرشات بتضبط لذي شيء بتضبط للتربية على زي ما حكيت في المنازل بتضبط كمان لترطي كل المعرش بتكون عبارة عن ساق وذراع شمال ذراع يمين ثابت وعبارة عن دوابر كمان تجديدية ودوابر ثمارية هاي شكلها بس تفتر تدفع هاي احنا بس لخصنا المراجعة قريبة على تربية كيف اعمل الهيكل تبعها اول اشي ممكن نشوف اللي بعد هذا ما يفسر الوقت هاي هاي سواء على حرف تي تربية كوردونية على حرف تي بنشوف كمان اللي بعدها يمكن أوضع هاي بتلاحظة مش كوردونين أربع كوردونة يمكن يكون كوردون مزدوج ممكن يكون كوردون رباعي اللي غطي سطح اللي معرش كامل نشوف اللي بعدها وهاي بنشوف قبل عمي أётся تقليم بتلاحظتي على حالة تيم ربها كوردون حتى طال على برة شوين وعليه أدرع بعمر سنتين وعليها قصبات اللي هي الموسم السابق الحال يعني هاي بنشوف تربية كوردونية قبل التقليم وبعد التقليم بعض التقليم ولا إيش يضل منها تقريباً؟ هدا كله شلته؟ اللي ضل كثير لأنه هذا الصنف طميته رح يطلع بالدفع رح يصير كثير هذا بيحمل عدوابر قصيرة أنا خليحكي هاي بعض البساتين اللي عندنا اللي إحنا منتابعهم ومزارعين كمان طيب هلأ أنا بدي أسألك نصائح عامة هلأ إحنا بنعرف إنه موسم التقليم وموسم الرش الزيتي مش هيك نعم وفي يعني أنا زي ما شفت إنه فيه تقشير للدالي بصير نعم شو الهدف من التقشير؟ هدف التقشير فيه كثير حشرات عندك بتكون بيوضها تحت القشور تحت القلف بثلاً يعني زي هيك والبق الدقيقي ما خاني أحكي زي هيك يعني زي إحنا الأفرع هاي بابنقشرها لا مش هاي الشاقر الجدع الرئيسي زي بس يتكون أخمل الدالية بتكون أخمل إحنا يمكن عندك هي واضحة شوية بس إزالة القلف هذا بيكون تحت وقات بق دقيقي بيكون تحت وقات بيوض حشرات فالرش الزيت الشاتوي بيخلصنا من الحكي هذا كله حس النصائح العام طب الرش الزيتي هلأ مع الشتاء ما بزبطاش مش هذلك كويسي الزيتي بزبط قبل تفتح البراعم إذا البراعم انتفخت أو بيقول مزارعين المزارعين بيقولوا قطنت عنها إذا قطنت وانتفخت ما في داعب بقدرش بقتوا البراعم بس بهاي الفترة بنقدر نرش بنقدر بنقدر براعم ساكن بنقدر إحنا في نصائح بشكل عام نحكي على التقليم في عند التقليم أثناء فترة النشاط اللي هو مكمل للتقليم الشتوي يعني بمفوت على مزارع كثيري بيغفلوا عن شغلة التقليم خلال فترة النشاط بيزيد مشكلة أمراض الفترية بيزيد مشكلة البارد الدقيقي بيزيد رطو التقليم الهدف الرئيسي قلنا إنه ديممتي الشجرة وتوازن بين المجموع الخضري بين المجموع الثمري ونعرض للمجموع الخضري قدر الإمكان للإضاءة الشجرة العمية محبة للضوء من الشجار محبة للضوء بتعرف الضوء مصدر التمثيل الضوء في النبات بيتم نلعلك الروفين للضوم إذا أنا ماهتميت للجموع الخضري تمزيع المجموع الخضري بشكل جيد وعرضت سطح أكثر بالمجموع الورقي للضوء كلما عرضت المجموع الخضري أكثر للضوء كلما حصلت على نوعية ثمار جيدي وعلى المجموع وحفظت على الشجرة أكثر وقللت من إصابة إصابات فطرية زدت حسنت عملية التاوي فالتقليب أثناء فتت النشاط من تسليك القصبات المواد الحديثي ما تكون بالداخلي أعمال عملية خفل الطرود تعرفي أول ما تتفع الطرود قصبي زي هاي مثلا دفعت بشوف أنا كل عيون دفعت وفيه تزاحم ممكن نشير العين هاي أول ما يبلش الدفع بعد بسبوع أسبوع عين في بداية الدفع بخلص من بعض التداخلات عشان يصير نعطي لمحل مجال أكثر بالضبط عشان لما تطلع قصبي هاي والقصبي هاي والقصبي هاي ما يصير تداخل بينهم ويعطيني تهويلة للشجرة وما بتبع الشجرة في عملية خفل ثاني بتصير بعد ما تصير الإزهار والمحاليق تبين العوء العناقيل الزهرية تبين معي والمحاليق تبين وكذا بقى معرمية خف ثاني للطرود بشوف وين الحمل عندي ممكن عندي حمل زيادة فبقى معرمية خف حتى للحمل بنشارك حتى للحمل لانو شفتنا دالي عندي مثل قصب زيادة تحمل أربعة قطوشة بدي فيهن ما رح تعطيني نوعية لبدي إياها شغلة ثانية اللي هي بتستمر معي التوريق لما يصير عندي عنقود حواليه ورق كثير ورطوبة عالية مثلا بالغور أو كذا بتصير إصابات فطرية بتزيد فلازم معي التوريق لتخفيف الورق بديها القطوش بس ما أعرضوا للشمس طبعا بدي الورق يكون مدى فيه التوجيه للغصان خلال فترة النمو كمان يعني يا ربي الداليتين الغصان تشابك بمحل وبمحل ظلت المعرش عندي فاضي فهي وظيفتك طبعا تسلكي في المحلات الفاضي عشان توزع المجموعة الخضرية بشكل كامل وبالتالي يصير في إضاءة وفي تهوية والحمل يعني والتقليم شكل بس بس بسيطة بس زي ما حكينا اللي بدي قلم لازم يعرف قبلية الحامل كيف يحمل شجره ويعرف الأجزاء الحامل الصنف مهم زي ما تفضلت يسا أنت حكيتي قبل ثنائي المداقرة أنه في عندك أصناف سيبلس وفي أصناف زي الثمسون سيبلس سيبيرو بتحمل على براعم البراعم العيون الثمرية عندك بعيدة عن القاعدة يمكن العين الثامن لعين الثامن لعين الثناش في السيبيرو مثلا الثمسون عندك من ثمان عيون لتناشر عين العيون الثمرية فإذا جواحد غشين قلم لك يمكن خليلي كياز الأصناف بادية كله على أربع عيون على أربع عيون كوي زي ما رح يحمل عندك إشي كل هاي العيون عبارة عن عيون خضرية ما رح تعطيك وإذا أعطت تعطي كنوية قليلة طيب أنا هاي كوني أسألك يا هلا إحنا منسمع أنه في دوالي نوع معين الورقة مريحة إلنا الستات لللف بتكون أقول لك هادي ورق من غير حمل مظبوط هاد الحكي في هاده نوع من أنواع الدوالي يعني في الدوالي بيعطي بس ورق إحنا يعني في الأصناف الأمريكية بسموها اللي هي اللي هي بنستخدمها إحنا للتركيب والتطعيم اللي هي أصناف مقام للفلوكسرة ومشاكل التربة وكده يعني أنا بدي صنف معين بلدي بطاعمه على جدر مقام المشاكل التربة آه بيصير أقوى هاي الأصناف اللي بنستخدمها للتطعيم بتعطيه ثمر بس صغير جدا لا يسوق يعني بنركز عليها الاستفادة من الورق بنقلمها تقليم جائر الاستفادة من ورقها في مزارع للإنتاج الورق بيستخدموا الوصول الأمريكية وفي ناس طبعا بس اللي بحكمك هون السوق اللي بحكمك وذوق الناس في ناس بيقول لك لا الأصناف البلدية أنا بحبها أكثر فبيخلي دالية بس تثمر ويطلع عليها ورق بجرم الورق كامل وها طبعا بيذبح الدالية بالأخير كمان صح يعني بدي أخذ بشكل متزن طب أهم الأمراض اللي بتصير بتصير بالدالية بهاي الفترة ونتلافاها وكيف ممكن نتلافاها يعني احنا بديش أنا أخش على خط غيري بالوقاية بس ببدئيا شكل عام كان نصيح شكل عام العنابي يعني احنا زي ما حكينا ناس بركز على التقليم الرش على الخشب بركز عليها بعدين بصير عندك دفع بصير عندك عقد للثمار بعد بس تصير ثمرة لا بس هاي المرحلة ما في أمراض هاي المرحلة ما في أمراض ضد الأمراض الفطرية ضد الحشرات وبتكتفي وبتابع معلين شجرتك بعد العقد بتحتاج إلى أربع أو خمس رشات وقائي طب أنا كنت أسألك على هذا شو هذا الموجود هذا مرض ولا هاي لا لا هذا بسمون بيست هذا زي النخاء الشوك نخاء للعنب هاي زي ما نحكي زي هاي سوما نحكي هاي عبارة عن هذا مش برض هذا شي طبيعي بس أن القصم المبارح يمكن ناجبه شوي لا لا بس أنا لاحظت على كل الدوالي حتى عيني بالبيت بشوفها أنا كنت بتهيالي إنها فيها سوسي أو إشي لا هي مش لا هذا بسمون خاء وبس يعني هذا السنتر الكور وضع طبيعي أنا بدي أشكر حضرتك مهندس رائد إن شاء الله يعني إحنا رح نتابع موضوع الإرشادات والنصائح فيما يتعلق بالعناية المنزلية كما لموضوع أحب أضيف أشغل صغيري إحنا المركز الوطني البحث هو إشاء الزراعي السنهاية بننفذ برنامج اسمه البرنامج الوطني للعنب البرنامج الوطني في خمس محافظات للعنب للعنب لأنه العام ساب صار في عنا مرض مش هيك نعم في كل محصول العنب في مفتصين وفنيين في كل التخصصات من المركز الوطني يعني بإعاز من عطوفة المدير عندنا يعني إن شاءنا بننفذ برنامج إرشادي في خمس محافظات تقريباً استنيهاي وإن شاء الله رح ينبلد أكثر نتابع العنب من عمر اليوم من أول يوم بالسنة إلى آخر لعند الإنتاج صحيح وماشيين مع المزارعين بجولات إرشادية وبتقليم كله كامل إن شاء الله إن شاء الله يعني سنة رح ناكل عنب كويس إن شاء الله ربنا كريمه وورب كما إن شاء الله إن شاء الله أنا بدي أشكر لك مهندس رائد لطفي باحث رئيسي في المركز الوطن البحث والإرشاد الزراعي شكراً جزيلاً لحضرتك صباحك طيب إن شاء الله شكراً لك شكراً